لكن أسوأ حاجة لو بنتكلم على الصعيد الفني الغيابات الكبيرة والكتيرة والنجوم البارزة اللي هتجيب على كاس العالم لأسباب مختلفة البعضة مقدش أنه ينجح مع منتخب بلاده أنه يتأهل وأبرزهم طبعا نجمنا العالمي محمد صلاح سوء التوفيق طرابات الجزاء مع السنغال كلام من ده والبعض الآخر رغم تأهل منتخبه تمام لكن الإصابة حرامته من المشاركة في المنديل فخلينا أتكلم مع حضراتكم عن الأسماء البارزة جدا اللي بتغيب عن كاس العالم في قطر عشرين اتنين وعشرين نبتدي بفواز الكارني من المنتخب السعودي من غياب مؤسر كمبامبي طبعا مدافع على المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان برضو من الغيابات المؤسرة يوتا ناكاياما اللي هو اللعب خاص بالمنتخب الياباني بول بوكبة منتخب فرنسا اللي فاس بكبتوري كاس العالم في 2018 في روسيا مع المنتخب الفرنسي كريستوفر نكونكو طبعا أحد أبرز المواهب في فرنسا مهاجم فريق ليبزيج أعتقد في ألمانيا واحد من اللعبة الممتازة جدا في المنتخب الفرنسي غياب برضو مؤسر كريم بنزيمة ده الغياب الأخير اللي حصل مبارح وصدنا كبيرة جدا للشارع الرياضي في فرنسا بعد صابت كريم بنزيمة أفضل لعب في العالم وأول مرة من فترة كبيرة جدا أفضل لعب في العالم ما يشاركش في بطول الكاس العالم وده حدث في حد ذاته وبنزيمة الواحد متعطف معه شوية لأن احنا عارفين أنه هو النسخة اللي فاتت ما شاركش بسبب طبعا الأزمة والقضية الكبيرة اللي كانت معروفة مع بلبوينا طبعا نجم المنتخب الفرنسي صبك واللي لعب في مرسيليا في بعض الفترات ومختلف الأندية فبالتالي ما كانتش تم استدعاءه في كاس العالم النسخة اللي فاتت اللي فازت بيها فرنسا فبالتالي كان عنده دوافع كبيرة جدا أنه يحاول يعني ياخد بطولة كاس العالم السنة دي بقى عشان تبقى مع البالوندور ومع بطولاته مع ريا المدريد الكثيفة جدا فحظه لأسف كان سيء للغاية كريم بينزيمة إصابة على فكرة مش إصابة أو مش انتكاسة حاصة في الإصابة اللي كانت عنده من كام يوم لا هو شارك في التدريب ربع ساعة تقريبا أو أكتر شوية وجات له إصابة عضلية جديدة خالص مش مكان الإصابة القديمة فبالتالي عملوا كل المحاولات عشان حتى يلحق بداية من همورات تالتة مثلا في المجموعة لكن المحاولات كلها كانت فاشلة وبينزيمة غياب بشكل رسمي تم استبعاده الغريب في الأمر بالنسبالي أن فرنسا أو ديدياد شام طبعا المدير الفني المنتخب الفرنسي ما استدعاش لاعب مكان كريم بينزيمة واللاحة كانت تحقله كده فمستغرب شوية من الجزئية لزاي دي لكن هو قدر أكيده ده رجل خات كاس العالم مع فرنسا يعني مدرب كبير في كل الأحوال من ضمن كمان الغيابات في فرنسا نجولو كانتي برضو مكوك خط الوسط ونجم تشيلسي انجليزي واللي خات كاس العالم من 4 سنين مع فرنسا أبو بكر كامارا برضو بيجيب عن منتخب الفرنسي غيابات في منتخب الفرنسي أعتقد هتكون مؤسرة جدا منتخب الفرنسي منتخب الفرنسي منتخبات اللي عندها عناصر كبيرة جدا وميزة من اللاعبين لكن أعتقد الغيابات دي هتكون مؤسرة إنه هو مش غياب ولا اتنين لا ده وصلين لنا حوالي 5-6 غيابات يعني فالموضوع صعب آه 6 غيابات بالضبط تعالى عند المنتخب الألماني فعندهم تيمو وفرنر طبعا مهاجم بتاع تشيلسي واللعب لايبزيج دلوقتي بيغيب مش هيكون موجود ريس جيمز طبعا نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي برضو مش موجود ديجو جوتا من بورتغال بيدرو نيتو الاتنين برضو مش موجودين جوتا طبعا نجم ليفر بول نيتو نجم ويلفر هامتون الإنجليزي أرتور طبعا النجم البرازيلي لعب ليفر بول اللي ملعبش مع ليفر بول تقريبا جدا أي قليلة قوي يعني سكوت كينيدي لعب كندا خيسوس تيكا تيكتو اللي هو لعب المنتخب المكسيكي المنتخب المكسيكي على فكرة فرصه مش كبيرة يعني في الموندياد أو حتى تخطي الدور الأول يعني بين شالول برضو من النجوم البرزة جدا جدا في تشيلسي والإصابات المتكررة بالنسبة له فترة أخيرة وكان منهم إصابة الرباط الصليبي رجع وبعاكية جاله إصابة أخرى هتبقى بعدته بشكل رسمي عن كاس العالم بس المنتخب الإنجليزي أكيد مرشح بقوة لأن القايمة مميزة جدا مع ساوس جيت رغم أنه ممكن الناس كتير تختلف على إمكانيات ساوس جيت نفسه من جانب الفني لكن هو مع القايمة محترمة من اللاعبين بصراحة وأنا بشوف إن إنجلترا من فترات كبيرة قوي قوي معندهاش قايمة مميزة زي قايمة الموجودة دلوقتي فأنا أعتقد إن إنجلترا ممكن تنافس على كاس العالم مش صعب جيوفاني لوسيلسو اللي هو لعب الأرجنتين ماركو رايز طبعا نجم بورسيا دورتموند ومنتخب الألماني ساديو ماني نجم ليفر بول السابق وبايرن الحالي ونجم المنتخب السنغالي وأنا متأكد متأكد أن غياب ساديو ماني حيأثر نفسك بشكل كبير جدا على منتخب السنغالي ومنتخب السنغالي لازم يركز وينسى الإصابة دي لأنه برضه عندهم عن أصر مميزة بصراحة في مكتلف الخطوط بداية من إحراس المرمى لغاية خط الهجوم بس التواجد ساديو ماني في حد ذاته وكان حيبقى إضافة مع بعدها إضافة لمنتخب السنغالي طبعا وهو أهم اللعب في المنتخب السنغالي لكن غيابه برضه أكيد حيكون مؤثر أمين حارس اللي هو اللعب المغربي واللي تصاب في آخر مباراة قبل كاس العالم قبل ما نضم المعاصق على طول منتخب المغربي إصابة قوية في الرجبة فغاب عن البطولة خسيء جاية طبعا نجم المنتخب الأسباني أيضا بيغيب يعني الغيابات وده سؤال حلقتنا النهاردة من السنين تفاعل حراركم معنا هل الغيابات ممكن تأثر على منتخب المنتخبات دي اللي بيغيب عنها نجومهم ولا لا وهل ممكن تأثر على البطولة من المستوى الفني برضو بشكل عام أتمنى أنه ده ما يحصلش لأنه أكيد ستبقى فرص كبيرة للعدد كبير جدا من اللعبين في مختلف المنتخبات إنه هم يعني قدوا كاس عالم مميز وأكيد الجمهور أو الجماهير اللي مش هيكون منتخابها موجود في كاس العالم زي حالتنا كده يعني ما فيه من غير أي ضغوط من غير أي حاجة حتى لو احنا بنروح مش بنفسها كاس العالم دي أحلى بطولة أحلى الأهداف بأحلى المباريات بكل حاجة